الصداقة كمان ممكن تجرح مشاعرنا زي اللي حصل في فيلم الفيلم اللي أخد 3 جواز جولدن جلوب ومترشح لتسع جواز أوسكار الفيلم بيتكلم عن اتنين صحاب على جزيرة إن شيرن الخيالية اللي بيقرر واحد فيهو إن يقطع علاقته بالتاني وبيرجع الفيلم لسنة 1923 في جو شتوي قاسي وجاف المشاهد في الفيلم كلها مشاعر مختلطة ما بين واحد بيحاول يقرب ويفهم ليه صاحبه بيعمل كده واحد بيبعد وبيتخلى عنه بيوضح الفيلم كمان تأثير الوحدة والتعلق وأهمية الأصدقاء في حياتنا المشاهد العدائية الانتقامية في الفيلم بتعكس الحرب الأهلية الأيرلندية لما بيقرر واحد منهم إنه يضحي بنفسه لما صاحبه ما يسمعش كلامه وينفز له اللي هو عايزه الأحداث مش سهل توقعها وبتتصاعد بسرعة جدا ومش زي ما احنا متعودين النهاية مش سعيدة النهاية وقعية جدا لدرجة إنك بتصدق أحداث الفيلم وبتتأثر بيها كمان الحوار قاسي جدا وصعب وصعب إنك تسمعه بس وإنت بتسمعه مش هتبطل ضح ودي الحاجة اللي مشهور بيها مخرج الفيلم مارتن مكدونال الفيلم من تمثيل اللي طالع بدور شخصية بسيطة وبتحب الروتين وكمان بيرناند جليسن اللي بيكرر إنه قط علاقته فجأة بصحبه ومن تصوير السانماتوجرافر بن ديفيس اللي بسببه مترشح الفيلم لجائزة أفضل صورة في الأوسكارز الفريق ده مش أول مرة يشتغل مع بعض اشتغلوا قبل كده في فيلم إيم بروش في 2008 اللي نجح جدا اسم الفيلم مش صدفة ده بانشي معناها في الفال الوحش أو اكتراب المو وده بنشوفه في الفيلم في صورة 6 عجوزة بتظهر مرتين من وجهة نظري الفيلم قوي جدا وقصة جديدة علينا وربط الأحداث الأيرلندية والحرب الأهلية بأفكار عباسية يومية دي حاجة جديدة علينا ولو في رسالة الفيلم وصلها لي فهي إن التغيير المفاجئ بتدون أسباب مؤذي جدا على الإنسان والقصوة بتخلينا نتغير جدا حتى معقرب الناس لنا وإن في حاجات ممكن تحصل لنا بعدها مستحيل نرجع زي الأول قولي إيه رأيكم في الفيلم وإيه الرسالة اللي وصلت لكم أنا إلهام الرويني وده أفون تاتر